طب انت عارف ان في توصيات دلوقتي ان الاطفال كلها تاخد فيتامين الف ايوة فيتامين الف من عمر ست شهور لخمس سنين فيتامين الف مهم جدا للاطفال بيساعد على النمو وعلى تعزيز المناعة وعلى قوة النظر وغيرها وغيرها من الفوائد المهمة جدا لفتامين الف فالتوصيات دلوقتي بتقول اي طفل من ست شهور لخمس سنين ياخد فيتامين الف هندهوله ازاي بقى في برشام او كابسولات كده صفرة بتتباع اسمها ايفايتون مثلا وتمنها رخيص جدا الطفل لو عمره من ست شهور ل 11 شهر تقريبا بنتديله كابسولتين وطبعا الطفل مش هيعرف يبلع الكابسولات فاحنا بنجيب اي حاجة نظيفة ونقطع الكابسولة ونعصر المادة الزيتية اللي جواها على لسان الطفل ولو مش هنعرف نحطهم على لسانه ممكن نحطهم على ربع كباية مية او على زبادي مثلا فالطفل زي ما قلنا من ست شهور ل 11 شهر بياخد حبيتين الوحدة 50 الف وحدة فيبقى كده خد 100 الف وحدة اما الطفل من سن 11 او 12 شهر لحد سن 5 سنوات بنديله 4 كابسولات بنفس الطريقة زي ما قلنا يا اما نعصرهم على لسانه يا اما نحطهم له على زبادي او على مية مثلا اربع كابسولات الوحدة 50 الف يبقى 200 الف وحدة ونكررهم له كل ست شهور فيتامين الف مهم جدا مش محتاجين تحليل ولا حاجة ندي اطفالنا كلنا بيحسن المناعة وبيحسن وظائف الجسم بشكل عام من ست شهور لسنة هياخد كابسولتين اتنين من سنة لخمس سنوات هياخد اربع كابسولات كل ست شهور بس كده